نروح بقى لأخبار منتخبنا النهاردة إن شاء الله بيعقد كارلوس كيروش مؤتمر صحفي في بداية المعسكر المغلق للفريق استعداداً طبعاً للمشاركة في نهايات بطولة الأمم الأفريقية كمان المنتخب يعني جهز خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحور الجديد أوميكرون طبعاً حفاظاً على سلامة بعثة الفريق المتجهة إلى الكاميرون يوم الجمعة الجاية إن شاء الله خضع حتى الآن أعضاء المنتخب إلى مسحتين كمان هيعملوا مسحة جديدة قبل ما يسافروا مباشرة بالإضافة طبعاً لكل المساحات اللي هتجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج وقبل الانضمام إلى المعسكر شدد الجهاز الطبي للمنتخب على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر مع منع الاختلاط تماماً بعزل طبعاً البعثة طبياً خلال معسكرها في القاهرة وكمان طوال مدة إقامتها في الكاميرون طبعاً كل ده بسبب حضراتكم أكيد عارفين بقى الأوضاع غير المستقرة اللي بيعيشها العالم كله بسبب متحور كورونا الجديد ولكن نتمنى إن شاء الله أن مع بدايات 2022 نبتدي نسمع أي أخبار حلوة في هذا الإطار ومبارح بالمناسبة كان فيه خبر أتمنى يكون خبر دقيق وصحيح إن مجموعة من العلماء اكتشفوا مش اكتشفوا تقدروا تقولي حددوا الأجساد أو الأجسام المضادة اللي هتكون مسؤولة عن تحييد أوميكرون ده بقى حيبتدي أمتك يعني سيطلع فاكسين برضو لأوميكرون هنقعد كل شوية فاكسين يقال إن هيبقى فيه فاكسين وافي يعني شامل كله ما إحنا خراص بقى ما إحنا بقى نفس سنة الثلاثة ستة بكوطة موضوع صعب متعارف الموضوع أه طويل أول بص من الشخصيات دايماً تعرف أنا متفاقلة دايماً في حياتي يعني بس من ناحية كورونا والحاجات دي أنا مش متفاقلة خالص يعني الله أعلم نتمنى أكيد أن الموضوع يعني ينتهي قريباً لأنه أصبح غريب جداً وفكرة كل شوية برضو فاكسين يطلع جديد الموضوع شوية برضو عليه علامات استفهام للبعض يعني ناس برضو مقلقة ومش بس تتكلم في مصر لا ده في العالم فعلى كل حال إن شاء الله خير بس الموضوع بقى صعب من ناحية أخرى طبعاً هنروح دلوقتي نتابع درجات الحرارة ونعرف الفترة اللي جاية كمان لأنه أكيد الفترة اللي فاتت كان الجو برد جداً وناس كتيرة جالها أدوار برد أصلاً بس النقطة أن أنت بقيت خايف حتى من دور البرد يعني الواحد بقى يخاف يقول للناس أو لأهله إنه عنده برد بنخبي ولو أفشوكي وإنت بتعتصم ونخاف نكوحه قدام حد قليل الإسلام غلط فالموضوع فعلاً بقى صعب اشتركوا في القناة